اخيرا وقع بيل بشباك مينجو مساعد المفتش المعروف بخبرته الكبيرة في اعتقال الحيوانات وسلمه مينجو الى المفوض طلب مينجو من المفوض ان يتأكد عما اذا كان بيل فعلا كلبا شريرا ام لا لكن المفوض لم يوافق على طلبه صدر الامر بقتل بيل وسيتم ذلك بواسطة حقنة سامة اما سباستيان فكان يجهل ما يجري لبيل لانه اصيب بالمرض لتناوله الماء الملوثة وكان ريكاردو وريتا يعتنيان به بكل لطف ومحبة موسيقى توقف يا بوتي انت تتغذرني توقف يا بوتي انت تتغذرني انا بخير الان رائع دواء ريتا كان نافعا كنت اعرف انك ستتعافى كنت تبدو قويا طوال الوقت لكنني كنت قلقة كانت حرارتك مرتفعة جدا لقد ساعدتني واحضرتني الى هنا منذ يومين لابد انك كنت مريضا جدا اثناء ذلك اتساءل كيف استطعت التحمل لكنني لم افكر ابدا انني مصاب باي مرض اشكرك كثيرا انا اعني ذلك فعلا يبدو الامر غريبا لقد ساعدتني كثيرا واتيت به الى هنا لمعالجتي ساعدت ام تلقيت المساعدة انتما بخير هذا صحيح لقد انتظنا حيات بعضنا انا وسبستيان اصبحنا اصدقاء الى الابد ولن نفترق ابدا نعم هذا صحيح حسنا ريكاردو اين بال سبستيان بالنسبة لهذا الموضوع بال هو ريت تساعد سبستيان ليصبح جاهزا جونزارو جاء ليصطحب سبستيان بهذه السرعة ليخرج سبستيان من النافذة بينما ابقي جونزارو خارجا هيا بسرعة ما الامر يا ريتا اين بال ساخبرك بالامر لاحقا تعال حضر نفسك واخرج من النافذة ارشوك اسرع اخيرا مينجو اه 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 ا في الحقيقة مينغو أمسك ببيل وأخذه للسجن أين بيل؟ هل هو بخير؟ أجوك ساعده إنه ليس كلبا شريرا لا تقلق يا سباستيان مينغو اعتقل بيل ليثبت إنه ليس كلبا شريرا حقا؟ هل هذا صحيح؟ حسنا يا ريكاردو لكنني لن أتمكن من القيام بذلك لا لا يمكن حاولت كل ما بوسعي أرجوك فهمني يا ريكاردو ثم ماذا؟ سوف يقتلون بيل بواسطة الصم ريكاردو سيقتلوا بالصم؟ مستحيل بالصم؟ هذا هراء لن نسبح لهم بذلك لا لا يمكن وأنت سوف يعيدونك إلى فرنسا المفوض جونزاروس يصل إلى هنا قريبا مينغو لما لا يمكنك مدعو حدوث ذلك؟ لقد طردوني من الخدمة ليس لدي الحق لأقوم بأي عمل الآن لهذا السبب لا أستطيع الوثوق بالشرطة أنا آسف يا ريكاردو كل ما أمكنه فعله هو أن آتي إلى هنا لأخبركم بالأمر سأذهب أكم بمساعدة بيل لا لا يا سباستيان بيل لا أريدك أن تقتل يا بيل ريكاردو لنذهب ونقابل العجوز السيلبة هذا هو الحل الوحيد نعم ربما يستطيع القيام بشيء ما لن ندعهم يقتلون بيل أنا متأكد من ذلك ساعديني يا ريتا بتجهيز نفسي هيا يا سباستيان أنا ذاهب معهم يا ريتا أسرع جونزارو سيصل قريبا صدقوني أريد أيضا أن أساعد بيل وسباستيان بإمكانك أن ترافقنا قد تكون الرحلة شاقة عليك يا سباستيان سنتسلق التلال لمدة نصف نهار ثم ننزل بعض المنحدرات سوف يساعدنا رجل من هناك لإنقاذ بيل أستطيع تسلق أي جبل سأذهب إلى أي مكان لأنقذ بيل حسنا لننطلق الآن يجب أن نرحل من هنا قبل أن يسل المفوض جونزارو لننطلق هل قدمك بخير يا ريكاردو؟ ها انظر أنا بخير رغم أنها تؤلمني قليلا هيا لنسرع هيا يا سيدي هل لم تجيدا ليلة أمس أيها المفوض؟ أنا كنت متحمسا جدا لما كان يحصل كما أنني أين مينجو يا سيدي؟ أين مينجو؟ عفيا من خدماته سنذهب أنا وأنت لأحضار سباستيان ثم سنقتل الكلب بيل هل فهمت؟ ماذا؟ هيا بينا في سورا عادر سيدي كنت ممددا هنا يا سباستيان عندما وجدتك بيل قم بحمايتك عندما هجمتك الذئاب بيل سأساعدك سأنقذك يا بيل هيا بينا بسورا هيا بينا يا براكو حاضر سيدي وصلنا بأسرع مما توقعنا لا تتحركي لا تتحركي أسرح لا تتحركي invade هيا بينا ن pawانا أ مأبل أَن بخائم أحب البوصة أتحركي أحب yourselves هية Brye بينا يوسيقى أهب العثوم أهب العثوم HAلي darnو جنه أطعك أطعك أنت ونقيمين معك أما ميجو غير مجمع ده المجمع شرطة أن يجبك إلى هنا اخرج جامكانك بيننا عد إلى الشرطة وإلا قتلناك لا تحاول أن تندس في صفوفنا انتظروا جميعا جئنا إلى هنا نطلب منكم المساعدة خطوة أخرى وسهل تندم أخرج أخرج من هنا أيها الخاء نينجو إذا كنت تريد البقاء هيا فخرج من هنا فورا أرجوكم جميعا تماهلوا قليلا تماهلوا توقفوا عن ذلك تسعدني رؤيتك يا مينجو أعرفه منذ كان طفلا كان ولدا ذكيا وطيبا لكن أيها العجوز دعوه يدخل طبعا طبعا آه العجوز سلبا من هذا الصبي أنا سباستين والدتي تدعى إيزابيل إيزابيل هذه صورة أمي آه إيزابيل الآن عرضتها إذن أنت ابن إيزابيل هذه تركته في جبال بيريني نعم سيدي جئت من هناك لأرى أمي من جبال بيريني أهلا بي أنت ولد طيب جئت من مسافة بعيدة لوحدك أهلا أهلا أنا متعجب سباستين يعرف العجوز سلبا نعم الصيد كارول أخبرني عنه وهو أعطاني هذه الصورة أيضا حقا لابد أنه تأسف كثيرا أعطاك صورتها لا لا أعطاك ذلك أوصل سلامي إلى إيزابيل يا سباستين أخبرها أنني بخير وقل لها أنني مشتاق إليها وأفتقدها كثيرا آه نعم تذكرت انتظر قليلا خذ هذه احفظها معك أريهم إياها عندما تصل إلى جرانادا أنا ممتن جدا لك بالمناسبة هل كان متفقا معبر أبي أبي هذا أن كلما التقى يا كانا يتشاجرا لكن شجارهما تعبير على محبتهما لبعضهما تماما كأونجلينا وأنا أونجلينا هي أختي التي ربطني منذ كنت طفلا أه أونجلينا اعتقدت أنها كانت صديقتك أخبرني أين هي أمي الآن أمك كانت تعمل في فرقة كارلوس أليس كذلك؟ إنهم متجهون إلى فرنسا عبر الممر الشمالي ماذا؟ إلى فرنسا؟ ربما أرادت إيزابيل أن تذهب لإحضارك هذه المرة يا للأسف سباسيان قطع هذه المسافة ليرى أمه أمي عادت إلى فرنسا لتعيش معي؟ لا تقلق سنعيدك إلى جبال بيريني بأسرع طريقة هذه أفضل طريقة لإظهار إعجابنا بك شكرا لك يا سيد سيلبا لكن يا بيل لكن بيل بل ما هو؟ إنه السبب الذي جئنا لمقابلتك من أجله انتبهوا إلي جميعا بل لهم أين ذهبوا؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لي نعود على أي حال لنستطيع القيام بشيء لوحدنا سنحتاج إلى مساعدة السيد مينغو اخرس إنه قرار اتخذناه أنا والقاضي حاضر سيدي تبا لهؤلاء الصيادين سأضعه في السجن حال رؤية له فهمت فهمت كل شيء عن بيل وماذا تنوي فعله؟ يجب أن نساعده فورا وقبل أن يقتلوه الغجر يحاولون دائما مساعدة الأصحاب رهبان الشيل ساعدهم أنتم أيضا على تحرير الكلب مفهوم أيها العجوز سلبا أعطني التعليمات أولا يجب أن نتسلل إلى داخل مقر الشرطة مع سباستيان لأن بيل يطيعه وحده ولا يطيع أحدا غيره سأتدبر الأمر بأية طريقة ما أريدكم أن تفعلوه هو أن تقطعوا التيار الكهربائي عن المدينة بكاملها بعد أن ندخل أنا وسباستيان إلى مقر الشرطة ثم تقومون بخلق بلبلة في منطقة ساكورا مونتي لكي تلفطوا أنظار الشرطة نحن سنقوم بمساعدة بيل أثناء ذلك ونخرجه من السجن فهمت روه اعلم الغجر الموجودين في منطقة ساكورا مونتي بخطتنا سنبدأ تنفيذ العملية في تمام الساعة العاشرة ليلا ألست سعيدا يا سباستيان سيكون كل شيء على ما يرام شكرا لك سيد سيلبا تعال سأرك شيئا تعال يا صبي انظر إلى هذه كانت إزابا من عمرك أثناء ذلك هل رسمت أمي ذلك؟ أمي أمي سباستيان لم يكن يستطيع التحرك بسبب ارتفاع حرارته لابد أن الصياد قام بنقني من هنا هل قمنا بتفتيش الجبل فورا؟ لا بأس لكن في هذه الحالة يجب أن نستطيع من جل يقوم بمساعدتنا ثانية لا يعجبني ذلك لكن لا مفر من استدعائه اتصل به فورا من فضلك في الحقيقة طلبت منه أن يذهب في إجازة بعد أن عفيناه من خدماته ماذا؟ الإجازة مدتها ثلاثة أيام لا نعرف مكانه أثناء الإجازة لنبحث عنه على أي حال لا يمكننا القيام بشيء في الجبل دون مساعدته لكن يا سيدي لا أعتقد أنه سيقوم بمساعدتنا إذا وجدناه هذا الأمر يقلقني أيضا قد يبدأ بطلب فخص الكلب مجددا ما رأيك لو نقتل الكلب الشارس قبل الموعد المقرر؟ مينجو سيتخلى عن هذا الطلب بعد موت الكلب نعم سينتهي كل شيء إذا مات الكلب ما رأيك لو نقتله الليلة؟ حسنا الليلة الساعة العاشرة سنقتله بسرية دامة فهمت سنقتل الكلب الليلة في تمام الساعة العاشرة يا سيدي ترجمة نانسي قنقر سنبدأ الخطة الساعة العاشرة هل أعلمت الغجر الموجودين في المدينة بالأمر؟ الغجر المتواجدون في الشارع يتكفلوا بتنفيذ مهمة هذه أوامر سيلفا سيباستيان هل تستطيع تنفيذ الخطة؟ سأكون على ما يرام رائع يا سيباستيان أرجوك أعتني به كن حذنا يا سيباستيان انتبه لا تقترب كثيرا هذا خاطر يا مندوزا لنهرب من هنا بخرس إذا قتل الكلب سنغسر الكثير من المال كنا سنحصل عليه لو بعناه سنأخذ الكلب قبل أن يحاولوا قتله لكن كيف سنتبكن من الوصول؟ عندي فكرة أسرع 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 أترقني لك أسرع أترقني لك أترقني لك لكن ما هي الطهمة طلعا سيد منغو سيد دياس كان يبحث عنك فهمت سأتصل به بعد أن أزج هدين الأثنين في السجن أترقني دعني أذهب دعني أذهب أدخلها هي لقد نجحنا حتى الآن أين بال؟ في الحجرة الموجودة في آخر الممر كل ما يجب أن نفعله هو الانتظار حتى العاشرة أرجو أن ينجح روه راهو هل أنت متأكد مما تفعل؟ طبعا أنا متأكد سامحوني أيها الناس في المدينة سنقطع عنكم الأنوار لفترة ما هناك سيارة الشرطة قادمة يا ريكاردو ماذا؟ ماذا تفعل هنا؟ هنا أنا لا قلت لك ماذا تفعل هنا هيا أجبني المفاوض والقاضي الرجل الآخر هو من النادي الصحي ماذا يفعلان في مثل هذا الوقت؟ انتظراني هنا المفاوض المفاوض جونزارو أيضا؟ هذا غريب المفاوض دخل إلى السجن يرافق القاضي والرجل الآخر إنهم ذاهبون ليقتلوا بال كلا المفروض أن يقوموا بقتله غدا ربما قرروا قتله قبل الموعد هذا غير ممكن الساعة أوشكت أن تصبح العاشرة إنه يتعذب ليس كذلك سنجعلك تشعر بالراحة خلال لحظات ابدأوا بتنفيذ المهمة ابدأوا بتنفيذ المهمة حاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر